رعاية غدا وكتسعب لما رأيت خصويت تقلب واحد العداد أدلمرات نموسية خص تتنقى باستمرار وخص اللي يعاونوا في الماكلة الشريب والمرحاض اتقال نازل بالخصوص على البنت من غير أخدمتها خصها كل مرات زور والديها باش ترعى واتهلة في أباها طبيب الدار يتظهر أن هذه الحالة ستغييرها في قريب يبدو أن تكون المساعدة من جيدة النصلاحة بين المتطوعين في هذه المرة النهائية من حياة سيد الزرق نظر الكثير الأشخاص يساعدون الدروبات في الحياة التحقيقية نعم، نقل هذه الحالة دربة من تقليقات في السياة الزرق حيث ستتفاعد قاتل بالخصوص على العودة من الغارة لديه شهر او ثلاث شهر اللي بقي غادي يعيش ما عرفش بالضبط وقال لنا باش خسنا نجيبو التاعب الصورخ ويمكن خسنا نجيبو تات متطوعين باش يساعدوه انا كنشوف موي عيات بزاف عيات بالمعقول ما بقاتش خاضره وحتى انا بعد الخطرات ما بقيتش نشوف تولادي والخدمة ومطبيعة الحال ما عداش نقدر نسمح فيها اختي هضرت لي على مصلحة التاعب ومتطوعين اللي كيساعدو الناس اللي قربوه يموتو ديك التاعب ماعليش يلبا ما عنده مانع لكن المتطوعين شنوخصنا بهم الوالد غيكون معاه الحق إلي رفضهم جميلة ساكنة قريبة هلاش إذا نيجيو الناس خرين من برا البنتي هضرت لي على التاعب لكن اللي محتاج ليه بزاف أنني ما قدرش نمشي البيت المع جميلة ساكنة هنا قريبة إذا أنا ما بغيتش يعاونوني ناس أخرين خصوصا إلا كانت شي مرة تاوي الصورخ ما عارفش أنا ظهريك يدرني بزاف ما بقيتش قادرة عاد كتر وبنتي حتى هي ما قادراش دارت مجهودات كتيرة مع الخدمة والدراري والحمل تقيل عليها وليني هاد الشي قدروا علينا الله لازم نصبره معنا ما نديره ما بغيتش يجي شي حد اللي ما كيعرفش لغتي ما بغيتش ناس صغراب عليها ابو ما بغاش يعاونوش شي حد غريب عليه واللي ما كيعرفوش هو كيشوف أنه نخصنا حنا وسط العائلة نلقاو حل هاد الشي إلا جاو الناس من التازورخ وناس آخرين من براء ما عارفش كيبان بحال اللي حنا ما بغيناش نعاونوه وهذا ما يمكنش بني سبراج لي كيجيه الأمر عادي لما جاملة كتجي تعاوننا وكتتسخر وكتتعاوني فيه كتتطيب الماكلة وبعض المرات كتتنعس معانا وليني هو كينساب اللي هي عندها الخدمة وعندها وليداتها وعندها دارها هو ناسي هاد الشي كامل متطوعين كي يعاونوا الناس اللي قراب يموتوا وكتبتوا وعندها يمكنني يعجبوا الحال إلا جاو شواء خارج من العائلة ومشاركوا بالنسبة للموي ونظن مزيان باش كتقدر حيث كتقدر تتقاسم الهم ديالها مع شواء اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة